لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي فيقول الله عز وجل ولتكملوا العدات ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروز أمر من الله عز وجل بالتكبير عند ختام الصيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا تعظيماً لله سبحانه وتعالى وشكراً على أن من علينا وأكرمنا بإتمام صوم الشهر وقيامه نعمة من الله عز وجل العظيمة تفتقد شكراً تفتقد شكراً وإن العبد لقد صمتم لقد صمتم ثلاثين يوماً وقمتم ثلاثين ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تسألون الله تسألون الله تسألون الله القبول عباد الله إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة إذا عمل عملاً أثبته صلوات الله وسلامه عليه وإننا ولله الحمد قد أدمنا على طاعات في شهر رمضان من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر لله وصدقات وتعلم وتعليم ودعوة إلى الله فلنداوم عباد الله على ذلك فالله عز وجل يحب من عباده إذا أطاعوا طاعة وإذا تعبدوا له بعباده أن يديموها والله عز وجل سبحانه من رحمته أن جعل لنا نفحات وسبحانه ينقلنا من طاعة إلى طاعة فشهر رمضان قد ختم وكمل واليوم يوم عيد الفطر هو أول أيام شهر شوال الميقات الزماني لفريضة الحج يبدأ اليوم لأن الميقات الزماني للحج هو شوال وذو القعدة هو عشر من ذو الحجة فانظر عبد الله تنتهي من طاعة تدخل في طاعة والعبد المؤمن عبد لله عز وجل يدور مع العبادة حيث داره ويتعبد لله عز وجل مع العبادة المحبوبة له سبحانه فإذا كان الأمر كذلك فلنتعرف على هذه النفحات ولنتعرف على هذه الطاعات ولنتعبد لله عز وجل بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أي الأجر كأجر صوم سنة الأجر كأجر صوم سنة تصوم شهر رمضان والحمد لله ثم تتبعه بصوم ست من شوال تتحصل على أجر صوم سنة والصيام وما أدراك ما الصيام عبادة عظيمة جليلة الأجر فيه يوفى بغير حساب كما جاء في الحديث القدسي يقول سبحانه كل عمل ابن آدم له إن الصيام فإنه لي وأنا أجزبه حتى في اقتصاص المظالم يوم القيامة يقتص من حسنات الظالم للمظلوم إلا حسنات الصوم فلو بقي للعبد حسنات وما زالت عليه مظالم فلا يقتص من حسنات الصوم إنما يرد الله عز وجل العبد المظلوم فانظر عبد الله لفضل الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عبل له ليس هناك عبادة تعادله فتنتقل عبد الله من طاعة إلى طاعة وكذلك صوم الاثنين والخميس وصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم عباد الله قيام الليل قيام الليل مدرسة تربوية قيام الليل الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سنة كان واجبا عليهم سنة لما في قيام الليل من حسن التربية وحسن التزكية والمراقبة لله سبحانه ثم رفع الله عز وجل الأمر وخففه إلى الاستعباب والحمد لله رب العالمين فانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهم العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب سبحانه وتعالى أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل تقوم في جوف الليل تخلو بربك عز وجل لا يراك أحد سواه تقوم تصلي بين يديه وتتضرع لا وهذه ساعة مباركة ساعة النزول الإلهي الذي ينزل فيه رب العزة والجلال نزولا ينق بكمالي وجلاله وينادي على عباده من يدعوني فأجيبه من يدعوني فأجيبه هل من طالب حاجة فأقضيه هل من مستغفر فأغفرنا في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل فإننا ولله الحمد لا ومن على قيام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلنجعل عباد الله لأنفسنا من الليل نصيبا نقوم نصلي فيه لله رب العالمين سبحانا وكذلك القرآن العظيم كنا حريصين على ختمة تلو الختمة وعلى تلوة القرآن فلنفعل ذلك والنعبد ربنا عز وجل على الدوام نختم أيضا القرآن وإذا فرغنا من ختمة دخلنا في ختمة أخرى فالقرآن هو الحياة وهو النور وهو الشفاء لما في الصدور وهو الهدى الذي يهدي إلى الطريق المستقيم نقرأه بتدبر وحضور قلب وتعقل ثم العمل بذلك ننتفع بالقرآن وذكر الله والصدق يا عباد الله الصدقة 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 يمنع الله عز وجل بها مصارع السوء وتقي مصارع السوء وداو مرضاكم بالصدقة والصدقة تمنع عن أهلها حر القبور الصدقة تمنع عن أهلها حر القبور وأهلها يستظلون بظلها يوم القيامة إلى آخر ذلك من الفضل الذي جاء في الصدقة فتصدقوا ولو بالقليل وكذلكم عباد الله الدعوة إلى الله السعي بالنصح بين الناس التذكير بالله تحبيب الناس في الله رب العالمين بالكلام القليل الطيب بالكلام القليل الطيب بالرفق واللين والنصح وقول للناس وقول للناس أي قول للناس كلاما حسنا فالله عز وجل سبحانه وتعالى أمرنا بإحسان القول ولو مع الكافر كذلكم عباد الله كذلكم عباد الله لابد وأن نعلم أننا للإبتلاء خلقنا أننا للإبتلاء والإمتحان خلقنا ليعلم الله عز وجل من يتقيه ممن يعصيه ولا بد وأن يبتل العرض بل بل عجيب أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماءكم ليعلم الله من يخافه بالغير تأمل عبد الله هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لاب لابد وأن يبتلي عباده المؤمنين لابد من اختبار وأن هذا الإبتلاء سيكون في متناول اليد ومقدور عليه لينظر عز وجل من يخافه بالغير من هذا الذي إلى إذا خلا بمحار من الله يخاف الله رب العالمين من هذا سيكون هناك ابتلاء وهذه الآية عامة بشيء من الصيد وهناك من يبتلى بامرآة كما قال صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرآة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله وهناك من يكون تحت يديه أمانات وهو قادر أن يخون فيها لكنه يخاف الله وهناك من سيبتلى كما في عصرنا هذا من سيبتلى بهذا الهاتف بمواقع الإنترنت والتواصل بضغطة زر يدخل إلى ما يريد من معاصي الله سبحانه وتعالى ولا يره أحد إلا الله هذا ابتلاء جعل الله في المتناول والمقدور ليعلم الله من يخافه بالغير ليعلم الله من يخافه بالغير فمن يخاف رب العالمين فإنه سيراقبه في ذلك فاعلم عبد الله أننا للابتلاء والامتحان خلقنا نحن في امتحان فمن مات على خير فقد فاز واستراح وذهب إلى جنات النعيم والصبر صبر ساعة كذلكم عباد الله إنما المؤمنون إخوة أخوة عقدها الله عز وجل مهما تباعدت الديار واختلفت الألوان واللغات إنما المؤمنون إخوة أخوك هذا له حق عليه حق النصرة حق النصرة وحق الدعاء فعندما يكون مظظوما أو يكون مهزوما فإنك تنصره بالمستطاع وإن إخواننا في غزة يبادون إباده على مرأة ومشهد من العالم كله بل تواطئ تواطئ اليهود مع النصرانية الاستعمارية لإبادة المسلمين في غزة وفلسطين وهذا يكشف القناع القبيح لحضارة الغرب التي تريد أن تستعبد المسلمين وأن تنهب خيراتهم هذا يا عباد الله درس واضح للجميع فهؤلاء لهم حق النصرة علينا النصرة بالمستطاع بالدعاء وبالمال وبالنفس إن تطلب الأمر ذلك وكان متاحا عباد الله التباعة الجهاد بالمال الآن متاح الجهاد بالمال الآن متاح وهذا يصل إليهم والحمد لله والشاحنات والشاحنات تدخل إليهم والحمد لله هدف المستطاع واجب علينا أن ننفق من أموالنا واجب علينا أن نجاهد بأموالنا هذا ما في المستطاع فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ثم عباد الله التوحيد 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 عبادة رب العالمين سبحانه إفراده عز وجل بالعبادة فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فحافظ عبد الله على عقدتك على توحيدك أن تكون عبدا لله وحده أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا والحذر ثم الحذر من أناس حذرنا منهم صلى الله عليه وسلم فقال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين أي أئمة البدع الذين يدعون إلى البدع والضلال ويدعون إلى عصيان الله وارتكى بمحارمه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمن شياطين شياطين إنسية شياطين نستعذ بالله من شرهم سيكون في آخر الزمن شياطين يدعون إلى عصيان الله وارتكى بمحارمه تخيل تخيل يدعون إلى عصيان الله يدعون إلى ارتكى بمحارم الله شياطين قلوبهم قلوب الشياطين في جثنان إنس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانحذر الحذر عباد الله استمسك استمسك بدينك واعتصم بربك سبحانه وتعالى واصبر والصبر ساعة صبر ساعة روح ستخرج بسلام إلى باريها وبعدها تفوز تفوز بجنات النعيم دار خلد أبدا شباب أبدا لا تبأس لا يفنى شبابك ولا يفنى نعيمك ودائما ضعف ضعما معنيك منزلك في الجنة وأنت تسير في ملكك في الجنة وأنت على سريرك تنظر إلى أقصى نقطة في ملكك في الجنة في بيوت بيوت من ذهب بيوت من لغلق فيها ما تريده من زوجات حسان من الحور العين ومن الزوجات المؤمنات الصالحات هذا كله نعيم لك منزلك في الجنة فلا تبع منزلك هذا بمنزل ستغادر ستغادر كل شيء ستغادر كل شيء بإمتثال تغادر كل شيء تغادر كل شيء بإمتثال تغادر كل شيء قراءة بإمتثال 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 الله سبحانه وتعالى والتبرج هذا تبرج الجهلية الذي نهان الله عنه ونهى نساء المؤمنات عنه والتبرج هذا صفة نفاق فلما يا عباد الله أرى من يربي بناته على هذه الصفة ولما نرى من من يشتري لبناته لباس أهل النار ألا هو لباس التبرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفاني من أهل النار لم أرهما لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم منهما نساء كاسيات عاريات أي تكسي بعضا وتعري بعضا نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات روسون كاسنمة البخت مائلة لا يردن على جنة ولا يجدن ريحها وانظر عبد الله هذا في مرأة تفعل في شعرها ذلك تحت خمارها فما بالك بالمرأة التي تمشي بشعرها أمر مهول أمر فضيع لا يتخيل أن امرأة تمشي بشعرها بين الناس أمر لا يتخيل فهذا يا عباد الله أمر لا ينذل إلا بالشر والويل والعقاب نعوذ بالله لا يبد من عقوبة إذا ظهرت المعصية للفرض والجماعة والدول والشعوب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك ويعفو عن كثير في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نحتاج إلى التوبة والتوبة هي وظيفة العمر عباد الله اليوم يوم عيد يوم فرح وسرور يوم عبادة وطاعة ندخل الفرح والسرور على أهلينا على أولادنا وزوجاتنا نصل فيه أرحامنا ونتعبد لربنا سبحانه وتعالى بالعبادة المحبوبة ولا بأس من اللهو البريء الحلال لكن الحرام المعصية إنما بما أحله الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعماء ونسأله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يعيد العيد علينا وعلى المسلمين بالنصر بالنصر والظفر على الأعداء اللهم أنجل مسلمنا المصطلعف إن في غازة وفلسطين لهم عليك باليهود اللهم دمرهم تدميرا اللهم أنزل عليهم غضبك ورجزك وعذابك اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير فتقبل منا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير ورحمة الله اشتركوا في القناة